شبكة قنوات المحروسة تلفزيون القاهرة يقدم علماء من بلدي بعد قليل أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي من نبت أرض مصر ومن بين أبنائها أحفاد الفرعنة العظام عقول مبدعة تسعى بالعلم والمعرفة بالعمل الدقوب والإخلاص المتفاني لخلق مستقبل مشرق لكل أبناء هذا الوطن وإيد على إيد نبني مصر من جديد علماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن عزيزي المشاهدين مساء الخير أهلا بيكم معينا وطلالة متجددة على عطاء وإبداع أبناء مصر مع العلم والعلماء وبرنامجكم علماء من بلدي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مصر مش يانا ينتظر مصر أنا وانت ترجمة نانسي قنقر دفنا اليوم عزيزي المشاهدين عالم مصري في مجال الفيزياء يحظى بمكانة دولية رفيعة فاز في ديسمبر الماضي بجائزة اليونسكو لتقريب وتبسيط العلوم أستاذ دكتور عبد الناصر توفي العضو المنتخب الممثل للعالم العربي بمجلس الأكاديمية الدولية للعلوم بإيطاليا دكتور عبد الناصر تخرج في قسم الفيزياء بكلية العلوم جمعة أسيوت عام 1989 حصل على الماجستير بذات الجامعة عام 1994 أما الدكتوراه فكانت من جامعة ماربورج بألمانيا في عام 1999 أستاذ دكتور عبد الناصر حاز لدرجة الأرفع أكاديميا على مستوى العالم وهي درجة دكتوراه العلوم من جامعة أسباكستين الوطنية عام 2012 نشر أكتر من 170 بحث في أكبر المجلات والدوريات العالمية وأيضا طبعا المحلية له كتاب مؤلف بالألمانية وآخر بالإنجليزية هو عضو في هيئات تحرير عدد من المجلات الألمية المرموقة بالإضافة لإسهماته البحثية في تحكيم المشروعات الدولية الكبرى والمشاركة فيها دكتور عبد الناصر توفي تدرج وظيفيا بالدرجات الأكاديمية بجامعة أسيوت وتولى موقع رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم قبل أن ينتقل للعمل بالجامعات الألمانية واليابانية أسس مدرسة علمية متميزة من خلال إشرافه على عدد كبير من الرسائل العلمية في العديد من جامعات العالم تخرج في مدرسته عدد كبير من الباحثين وجدوا طرقهم لأرفع المراكز العلمية الدولية وأرقى الجامعات العالمية أستاذ دكتور عبد الناصر توفيق انتخب عام 2012 عضوا بالأكاديمية الدولية للعلوم في مؤتمرها العام ببكين وكان أصغر عالم في هذه الهيئة العلمية العالمية التباعة لليونسكو وفي عام 2015 انتخب عضوا بمجلس إدارة الأكاديمية ممثلا للعالم العربي العالم المصري الذي يقدم استشاراته العلمية للعديد من الهيئات والمراكز العلمية في العالم اختير عضوا باللجنة القومية للعلوم النووية التي تشرف على مجمل الأنشطة العلمية النووية المصرية ترجمة نانسي قنقر معكم على الهواء مباشرة أستاذ دكتور عبد الناصر توفيق رئيس الأسبق لقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة أسيود مدير المركز المصري للفيزياء النظرية بإحدى الجماعات الخاصة عضو مجلس الأكاديمية الدولية للعلوم بإيطاليا الحائز مؤخرا على جائزة اليونسكو لتبسيط العلوم أهلا بحدك معنا وقالت مبروك الجائزة الدولية الله يبارك في سياتك وأهلا وسهلا دكتور يعني قبل ما نتكلم على مسيرة علمية يعني استعرضنا بعض منها لكن خلينا نتكلم على الجائزة الأخيرة لأنها جائزة يعني محترمة ومعتبرة ولازم نتكلم عليها في البداية تمام هو هي جائزة بتتوي الجهد قمت بي أو بيقوم بي اللي بيحصل عليها في أنه يخلي الناس العاديين يفهموا إيهو العلم يفهموا دور العلم في الحياة بمعنى أنه العالم بيعمل العلم أو بيكتشف العلم وده الشيء جهد معين ممكن هو بيستمتع بهذا ممكن يستفيد بشكل أو أخر منه لكن المهم أن المجتمع يستوعب ده ويطبقه في حياته ويستفيد منه فتقريب وتبسيط العلوم من الناحية دي جائزة مهمة لأنها بتكمل الجهد اللي بيبسيطه العالم في مجالاته العلمية أو الأكاديمية بأنه ينتقل للانتشار المجتمعي والاستعاب في المجتمع والإندماج الأكبر في حركة النمو في المجتمع بشكل عام يعني معنى كده وتبسيط العلوم أنه نفهم العلوم حوالينا وهي بتبقى معقدة بالنسبة لنا يعني وإحنا مش دارسينها نفهمها أو فكرة الاستفادة من العلوم أو تبسيطه العلوم أن احنا نستفيد بيها شخصيا يعني في حياتنا اليومية هما الاتنين دول مع بعض وأكتر من كده يعني نفهم العلم بتعقيداته نحاول نبسطه وانطبقه بس الأهم من كده في رأيي هي فكرة الفلسفة من وراء كل الرحلة العلمية اللي بيعملها أي عالم في الدنيا طيب يعني عن طريق إيه؟ فكرة أنه أحصل على جيزة لتبسيط العلوم يعني أنا ممكن أفكر أنه مثلا ألفنا كتب عن تبسيط العلوم وشرحناها للمواطنيين أو عملنا برامج زي اللي احنا بنعملها دلوقتي شكل من أشكال تبسيط العلوم ولكن ما اعتقدش أنه يعني الحكاية دي نحصل من خلالها على جيزة اليونسكو حضرتك حصلت عليها أكيد بطرق بقى علمية يعني ده حقيقي ده حقيقي بس حالك قلتي ده جزء من من كمان؟ آه طبعا جزء مهم لأنه ده اللي بيقرب اللغة العلمية أو مفهوم العلمي للناس أنه عن طريق برامج عن طريق كتب عن طريق مقالات علمية مقالات حتى عامة تتنشر في الصحف العامة أو في مجلات العامة اللي بيقراها أي حد حتى ما عندهش خلفية علمية ده بيقرب للناس العلوم التفكير العلمي ده برضو جزء مهم بمعنى أنه إزاي ينتقل التفكير العلمي من المعمل من المختبر إلى الناس في حياتها طيب ده بشكل عام لكن يعني بشكل بقى يعني تطبيقي فعلا حضرتك حصلت على الجيزة دي إزاي؟ عن طريق إيه؟ يعني أكيد في مشوار عملته على مجمل كل الأنشطة العلمية من ساعة ما بديت العام العلمي إلى الآن هي مش عن بحث معين مش عن مقال معين مش عن كتاب معين مش عن برنامج معين عن كل هذا النشاط اللي غطى نقول الثقافة العربية مع بعض الثقافة الألمانية مع بعض الحاجات اليابانية على كل ده على بعضه اعتبروا في اليونسكو إنجاز علمي إنساني وكيفية الحصول على هذه الجيزة حضرتك بتقدم لها يعني؟ لا 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 أنا مش بتقدم بشكل شخصي هو في هيئات علمية بتعتقد إنه فلان من الناس ده يستحق هذه الجيزة فبيتم ترشيحه للجنة معينة اللجنة بتختبر هذا الكلام هذا الترشيح وبالتالي لجنة متقرر يعني يعني حضرتك برضو شرح لنا كمان إيمة الجيزة إحنا كده شايفينها هي جيزة بجد محترمة ومعتبرة بس حضرتك شرح لنا أكتر إيمتها لأنك ممثل عن العالم العربي كله يعني هولي حضرت الحاجة الكل الناس بتكلم عن ألبوت أنشتاين كل الناس عارفة أنشتاين ودوره في العلم وكل الناس بتعتبره عبقاري وهو فعلا كده عبقاري وعمل نظريات كويسة جدا في العلم وخلانا نفهم حتى الكون في الآخر أنشتاين دخل في ذهنية الناس كلها بشكل عام مصطلحات أو أفكار فلسفية زي النسبية أن الحياة كلها فيها نسبة وتناسب أنه الإحساس حتى بالأحداث نسبي فمجرد الفكر ده أو التفكير ده يصل للناس ده محتاج إلى جهود ناس كتيرة ممكن نكونش أنشتاين هو العمل ده ناس تاني هي الرابط ده للعوامي لا أنا القصد من الجايزة يعني مثلا هنقول أنه كل منطقة معينة في حد بيمثلها أنا عايزة أعرف يعني حضرتك الوحيد على مستوى العلم العربي العلم مقسم بالنسبة للنسكو لحوالي خمس مناطق العلم العربية منطقة منهم على بعضها كده كل دول العربية منطقة واحدة فبتكون الجايزة على مستوى المنطقة العربي العلم العربية يعني في مناطق تانية وفي ناس حصلوا على نفس الجايزة دي في مناطق أخرى كم واحد؟ هم بيبقوا كل سنة حوالي خمسة هل دي أول جايزة لك معقولة المشوار ده كله يعني ويوصل للجايزة دي ما كانش فيه جويز؟ لا مش أول جايزة بس هي أخرهم يعني وهي جايزة على مستوى إلى حد ما عالمي مش مستوى دولة معينة يعني أتكلم عن دولة أصل مثلا إما جايزة داخل مصر أو في ألمانيا أو في اليابان أو غيره لكن دي ده دولة جايزة إلى حد كبير جايزة دولية فهي الأخيرة وبالتالي يعني لسه الاحتفال بيها لازال قائم يعني وإحنا برضو مستمرين في الاحتفال ده ألف مبروك مرة تانية بس يعني دكتور لسه حلن عبد الناصر بيقول أنه ده عن مجمل مسيرة علمية هو قدمها يعني حصوله على هذه الجايزة إحنا بقى نتكلم على المسيرة دي بداية من يعني دراسته في كلية العلوم وتخصص الفيزياء بالتحديد نتكلم من البداية بقى واختيارك لهذا القسم وكلية العلوم من البداية من نقول كده للطلبة اللي عايزين يتخصصوا أه من سانوي أنا كان عام بتتصور معين أننا عايزة أدخل علوم قسم فيزياء وفيزيناوية كان كلام واضح من الأول خلص بالتالي مش فرقة اللي هيحصل في السانوية العامة ولا القبول في الجامعة الشتفرق معاية هذا هو التوجه اللي أنا عايزة أدخل يعني حداك كنت علم رياضة ولا علم علوم علم علوم يعني كل اللي بيدخلوا علم علوم عشان يدخلوا طب أنا عايزة أدخل علوم وعايزة أدخل علوم فيزياء وعايزة أتخصص في الفيزياء النهوية كمان وده اللي حصل وده اللي حصل ده من البداية كان هدف من البداية كان هدف والحمد لله ده اللي حصل طيب يعني الهدف كان من البداية دخول كلية العلوم وتخصص فيزياء وكان هدف تفوق كمان؟ أطبع كان الهدف هو التفوق وكان في الفترة دي هو يعني التفوق بيقاس بإنه أعمل أعمل بالجامعة أشتغل في الجامعة كأستاذ في الجامعة وده اللي حصل الحمد لله اشتغلت في الجامعة اشتغلت في الجامعة في جامعة أصيوت خدت فيها الماجستير بعد الباكروس الماجستير وبعدين رحت لألماني للدكتوراه وبعدين اشتغلت في ألمانيا مدة طويلة بعد الدكتوراه في أكتر من جامعة تانية وبعدين رجعت تانية مصر قدمت بعشان تحصل على منحة لدراسة الدكتوراه في ألمانيا كان تاني؟ لا أنا حصلت على منحة من ألمانيا لدرست الدكتوراه في ألمانيا يعني أنا ذهبت إلى ألمانيا لدرست الدكتوراه فيها منحة ممولة من الحكومة الألمانية في الباتريني ماشي يعني أكيد الحكاية ما هي السهلة برضو كان فيها تنافس طبعا لأن ساعتها كانت الطريق الوحيد هو عن طريق البعثات المصرية وده كان بيخضع لأدوار وأقدميات وأنا ساعتها برضو ما كنتش عاستن الأقدميات دي فتقدمت ليه المنحة اللي كان معلنة عنها عن طريق ألمانيا وكان فيه تنافس برضو وكان فيه تصفيات وفي الفترة دي تم اختلاع الحمد لله لإني أدرس في جامعة ماربور وليه ألمانيا بالتحديد يعني قدمت في كذا جامعة والبس وفقوا هم ألمانيا ولا يعني الحقيقة لا كنت قاصد ألمانيا لأنه أنا كنت شايف أو لازلت أرى أنه ألمانيا هي أم منشأ العلوم الحديثة رغم من أمريكا وتفوق العلم الحديث حاليا لكن كله جه من وسط أوروبا من ألمانيا عايزين نتكلم على الدرجات العلمية الأخرى لأنه حادتك يعني دايما بنلاقي أنه حصل على الماجستير حصل على الدكتوراه ولكن دكتورة عبد الناصر لم يتوقف عند الماجستير والدكتوراه ولكن طور كمان من دراسته عملت إيه بقى؟ بعد الدكتوراه في الدكتوراه العلوم دكتوراه العلوم وهي الأرفة على مستوى العلم وهي الأعلى وأصعب أيها عملت إيه؟ أوصل الدكتوراه العلوم دي يعني أنا عملت حاجات دي مش مصار طبيعي لأي حد مش مصار سهل لأي حد يدخل فيه يعني الكل بيأخذ الدكتوراه بسمها دكتوراه فلسفة العلوم بـ HD الكل بيأخذها من كل الجامعات الموجودة في العالم ودي لها طريق معروف تقديم وبعدين رسالة آه خلاص معروف لكن بعد كده بينطلق العالم الذي ينوي أو نوى نقول العمل في المجال البحث العلمي في حياته العلمية العادية وينتج علوم وينتج معارف وينتج أبحاث وهكذا إذا أضاف للعلم شيء إذا كانت أبحاثه أبحاثه مميزة وأضافت العلم شيء بيقدر يحصل على الدكتوراه دي من جامعة معينة لما يثبت أو لما الجامعة أو لما اللجنة تقرر أنه أبحاثه العلمية أضافت للمعرفة الإنسانية شيء مميز شيء باين حدك قدمت في جامعة أوزباكستان أوزباكستان آه لأنه هو المسار الدكتوراه العلوم مش موجود في كل مكان في الدنيا هو موجود في جامعات معدودة في مستوى العلم كمان هو مش سهل ولأنه مش سهل يعني إحنا هناخد بس فكرة يعني مش هنغوط قوي في الموضوع لأنه مش سهل فخلينا بس ناخد فكرة كده يعني إيه مبسطة أرجوك أرجوك يا حدك واخد جايزة أنا الآن ما قلتش غير كله بسيط وكل سهل لا إحنا بقى حنتخل دلوقتي في التخصص فالدكتور أصلا واخد جايزة لتبسيط العلوم والموضوع يعني خاص بفيزيا نووية فالحكاية صعبة أرجوك كل مفهوم كل بسيط أرجوك مبسط يعني أهم الأبحاث اللي حدك قدمتها بشكل مبسط يعني أتمام أهم الأبحاث اللي أنا قدمتها وكانت جزء في هذه في قصد الدكتوراه هي كانت عن منشأ الكون عن لحظة خلق الكون البداية كيف كانت كيف تطور الكون من لحظة ميلاده إلى أنخذ الشكل الموجود عليه الموجود هو عليه حاليا بس دي بشكل مبسط يعني إزاي تطور احنا بنعتقد أو أكبر نظرية موجودة في الكون أنه حدث في بداية الخلق انفجار عظيم بيسمى البيج بانج انفجار عظيم وأنه المادة الكونية دي كانت مركزة في حيز صغير جداً بيقال أنه يعني حيز بالغ الصغر بعدين حصل تضخم خرافي تضخم كبير جداً وبعدين تكون من هذا التضخم ده الكون اللي احنا رفح لين اللي هو شاسع الأبعاد فلكي الاتساع وغيره يعني كيف تطور في البداية دي فكانت الدراسات بتقوم على وصف الفيزياء أو تحديد الفيزياء اللي بتصف بداية خلق الكون حدثك يعني شاركت في مجموعة كبيرة من المشروعات البحثية برضو احنا حابين نتعرف على الدول اللي شاركت يعني من خلالها في هذه المشروعات البحثية عبارة عن ايه يعني بشكل برضو سريع كبير بشكل في البداية كان فيه مشروع مع المركز الأوروبي للبحاث النووية اللي بيضع اختصاراً سيرن ما كانوا في جينيف بسويسرا أو الحدود ما كانوا بين سويسرا وفرنسا هو حالياً بيشغل أكبر معجل في العالم بيسمونه المصادم الهدروني الكبير نفأ كبير طوله 27 كيلو دخله آلة ضخمة جداً أكبر آلة أنجزاتها البشرية إلى الآن الآلة دي بتعجل الجسيمات إلى سرعات خرافية وبعدين بيحصل التصادم فإحنا في فترة من فترات كان فيه تعاون بيني أو بين المجموعة اللي أنا بمثلها وهذه المؤسسة العلمية العملاقة تطور هذا إلى الانتقال لتعاون معه برضو أحد المعامل الكبرى في أمريكا وده التعاون لا يزال مستمر برضو بيعمل ما يشبه اللي بيحصل فيه سيرن برضو مؤخراً انتقلنا إلى روسيا روسيا برضو بتعمل لها يعني باع كبير في الأبحاث النووية وفيه تعاون معهم لهم حالين بيبنوا مصادم زي اللي موجود في سيرن وزي اللي موجود في بروك هابي النشونا لاب دول أكبر ثلاث مشاريع كبرى في تعاون بيني أو بين المجموعة اللي أنا عملت أنشاطها في القاهرة وبين هذه الدول الكبرى وهل ده سهل يعني من الولايات المتحدة الأمريكية لروسيا يعني؟ علمياً حالياً ما فيش فروق بين روسيا وأمريكا ما فيش فروق بين روسيا وألمانيا بالتحاد أوروبي الدول كل العالم بيتعاون في المجال العلمي على المستوى العلمي ما فيش أي حزازيات سياسية من ما يتقلش أنه في حتى أسرار يعني؟ كل لا يعني في بعض من الصور مش عارفة لحدك تشرحها؟ ده المفروض بيشرح المصادم بتاعه، ده واحد ثالث أو رابع ده في ألمانيا، ده موجود في مختبر ألماني اسمه GSI اختصاراً موجود في مدينة اسمه دارمشتر بالقرب من فرانكفورت وده شكل المجسم بتاع الموقع اللي بيتم فيه هو طبعاً منشأة ضخمة وفيه الداير اللي شايفينها في النص دي أو بتتحرك دي ده اللي بيكون فيها المصادم اللي هيشتغل ده السحلين يعني تحت الإنشاء هيشتغل 2022 وفيه تعاون معهم لأن الإنشاء بياخد فترة طويلة ومهم أن الناس تتعاون مع المصادات العلمية دي في البداية عشان يكون لها دور في تحديد الفيزياء والتجاهات العلمية اللي هتتعمل بعد ما يتم تشغيل المنشأة فانعاز أقول لحضرك أنه احنا متعاون مع منشأة قائمة زي مثلاً LHC بتاع سيرم جينيفا ده قائم وشغال وزي بتاع أمريكا قائم وشغال برضو متعاون مع اللي بيتم إنشاؤه في روسيا ده هيشتغل 2021 واللي بيتم إنشاؤه حالياً في ألمانيا ده هيشتغل 2022 كنت بسأل على فكرة أنه يعني كل مركز بيبقى عايز يحتفظ بأسراره بالتكنولوجيا الخاصة به فهل من السهل أو الطبيعي إنه عالم أو باحث موجود في مكان ما يقدر يروح مكان تاني منافس ليه بشكل كبير؟ احنا كدولة زي مصر مش هننفس الدول دي في التكنولوجيا مش هننفسها يعني لا هو حدك رايح باسم مصر ولا حدك بصفة شخصية يعني في بعض المشروعات دي باسم مصر زي مثلا بتاع جينيف كان باسم مصر بتاع روسيا طبعا باسم مصر لكن التاني زي مثلا بتاع اليابان بتاع الماني لسه ما تبلورش علاقة محددة يعني فهي الحاجة التانية اللي عايز أقولها مش بس يعني مش هننفس كمان إنه مفيش أسرار في ناحية العلمية البحتة يعني الدول دي برضو بتنشئ هذه المنشآت وتتح للعالم كله كخدمة للإنسانية هو أكيد في حدود كمان يعني؟ بتأكيد في حدود طبعا بتأكيد في حدود بتأكيد في حاجات حتى لو حاولنا ناخدها مش هنستفيد بيها يعني لكن ما هيش منشآت لأنشطة عسكرية والتالي أسرار ما هيش المجال ده بالتالي الأمريكي بيشتغل في روسيا وروس بيشتغل في أمريكا من غير أي مشاكل لكن روسيا ليها منشآت عسكرية وأمريكا ليها منشآت عسكرية المنئ لها منشآت عسكرية ممنوع على أي حد الاقتراب منها أو محاولة أنه يأخذ منها أي معلومة لكن دي لخدمة الإنسانية دي لخدمة الإنسانية بشكل عام وهم أو الدول دي بتفخر أن عندها هذه المنشأة زي ما احنا بنفخر عندنا مثلا الأصغر هنا طيب وبالنسبة للصور دي هي الصور دي بتكلم على المنشأة اللي بيتم إنشأها حاليا في دارمشتاد في ألمانيا بتكلم عن أنه برضو بتعمل نفق تحت الأرض على عمق حوالي 25 متر تحت الأرض بتعمل برضو نفق كبير بيتم دخله تعجيل الجسيمات لسرعات عالية وبيحصل التصادم نحنا نتكلم عنه في مناطق معينة من المحيط ده هذه المنشأة زيها زي غيرها في ألمانيا أو غيرها ألمانيا بتكون مساهمة فيها بجزء أكبر من التوميل مثلا حوالي 95% الجزء الثاني بيجي من دول تانية يعني مثلا جي من فرنسا من إيطاليا من روسيا وممكن إحنا لو اشتركنا باسم مصر ممكن هنساهم بجزء من في التكلفة كنت أعرف إن السعودية مساهمة هناك بجزء معين في التكلفة بتكلفة المنشأة دي بس السعودية عندها فلوس ما عندهش مشكلة في الفلوس زي ما إحنا عنده لها مشكلة يعني لكن إحنا لو دخلنا في التعاون ده بشكل رسمي كدولة مصرية المفروض بنتحمل مسؤوليات معينة في إتمام هذه المنشأة دكتور عبد الناصر حدثتك لك كتاب باللغة الألمانية وآخر باللغة اليابانية عايزين نعرف الكتب دي موضوعات عن إيه عناوين عن إيه وفكرة إن يبقى باللغة الألمانية أو اليابانية ليه؟ هو باللغة الألمانية والإنجليزية مش اليابانية مش يابانية للأسف اليابانية أعرف مش أوي يعني مداش أكتب فيه أزرع مانا برضو كفتهاس أل حتى مداش أكتب اليابانية يعني قلت إيه طب الألمانية ممكن مفهوم حصلت على الدكتوراه هناك وأعبت يعني بالضبط كده اليابانية عدتك فيها كتير ولا؟ عدت سنة 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 أه فما أتقنتش اللغة اليابانية أه ليه كده بسيطة؟ محتاجة لبطة مرة تانية أكتر يعني أو يمكن اليابانيين يعني حياتهم سريعة فما عندهمش إيه النفس إنه علموا حد حاجة جديدة يمكن معرفش أو يمكن أنا أكوت لكن الألمانية تعلمت قبل ما تبدأ الدكتوراه يعني أه طبعا أه طبعا أه طبعا أه طبعا أه طبعا أه أتعلمت اللغة الألمانية بشكل أعتقد أنه عالي جدا أه قبل لا أنا مش قصدي أنا قصدي قبل ما تسافر يعني وضروح خالص خالص نهائي يا ما كنتش تعرف نهائي رحت وتعلم أو الكلمة كانت لما زفرت يعني أه ما كانش أي معرفة خالص باللغة اليابانية إلا بعض المصطلحات الموجودة في الفيزياء ودي عددها مثلا أربع خمس مصطلحات يعني أه لكن آه كلغة لأ تعلمت اللغة بشكل مكسف جدا جدا آه خلال أربع خمس شهور الكتابين بيدوروا حولهم موضوعات علمية منهم الكتاب بيتكلم عن بداية الكون وده كتاب لطيف يعني الناس رائع يعني لطيف وبرضه ونفس النوع من الموضوعات هو الكتاب المعامل باللغة الإنجليزية بس اللغة اليابانية اللغة الألمانية قليلة الانتشار هي انتشارها في وسط أوروبا أكتر من اللغة الإنجليزية فبالتالي مفوط حالياً يبقى النشر كله باللغة الإنجليزية للانتشار يعني يعني حداك نشرت أكتر من مئة وسبعين بحث حوالي مئة وسبعين بحث تمام أهم الأبحاث اللي ممكن يعني تدينا فكرة عنها آه هي متنوعة آه بتدور حوالين آه أبحاث فلكية أو أبحاث كونية نقول كده عشانتكلم صح أبحاث كونية تكلم عن الكون في بدايته وكيف تطور وأبحاث تكلم عن الجسيمات الأولية والناتج عن التعاون مع المؤسسات العلمال اللي أنا تكلمت عنها ده ملخص أو نقول تخصص بدور حوالين ده أبحاث حاليا بتم إجراءة في مختبرات زي اللي أنا أتكلمت عنها الأربعة دول والتالي في بيانات بتطلع وفي داتة بتطلع مطلوب تفسيرها وفي نظريات بتتقال أو نقولها أو قلتها وفي كلام وضع تصور للكون إزاي إزاي تطور إلى أن نوصل للشكل اللي هو عليه حاليا يعني دكتور عبد الناصر هنقول كده يعني تجول يعني راح أكتر من بلد نحن بنقرأ السيفي القاصبي يعني في أكتر من دولة خبرات علمية متعددة في هذه الدول هنتعرف على أهمها بعد الفوصف اشتركوا في القناة 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 وطب وهندسة وعلوم وغيره يعني في علماء من مصر اكبر يعتبر اكبر علماء العالم لماذا الطلباء الصغيرين دايما بيتم بتاعسهم للخارج رغم ان عندك هنا في مصر اعصم الناس في كل التخصصات ما حضرت برضو سفرت بالزبط انا سفرت وغيري سافت تمام وبعدين هننصل لحد فين هنكمل 200 سنة تانين هدي الفكرة هنا ما هو العلم اللي هي تعقل واللي كوناه لما سفرناك في الخارج وتعلم وحصل أعلى درجات العلمية في الخارج وريجع للقاهرة يعمل اين؟ ما حداك بتعطي ايضا يعني هو بتكمل هيدا الفكرة هيدا الفكرة السية مطلوب انه يبقى الوضع بتاعة التواصل وتاعة الحالية في العالم ما اصبحش بس العلم بيكتسب باني انتقل جثمانيا الى الخارج للحصول عليه. ممكن وانا موجود هنا اتعلم. اللي موجود برا لو فيه تعاون موجود. لو فيه آلية موجودة. واعتقد ان الجامعات المصرية حالين اغلبها بتتاجه ناحية التوأمة والتعاون مع مع الجامعات الدولية. ده معنى ايه? معنى انه يطلع استاذ من الجامعة المصر القاهرة ليجامع مثلا في فرنسا ويدرس هناك مادة معينة. ويجي الفرنسا والقاهرة يدرس مادة معينة. بالتالي الطالب المصري استفادت اكتر من الاتنين. استفادت انا على مستوى الشخصي ايه? استفادت حاجات كتيرة جدا على مستوى الشخصي. ثقافية طبعا حاجات لا تعد ولا تحصى. انا بعتبر نفسي احد الممثلين للثقافة الالمانية في مصر. ممثلها وليها الفخر يعني. اه في نفس الوقت طبعا محتفظ جدا بالثقافة المصفية والثقافة العربية والاسلامية جدا. طريقة العمل الموجودة ببرا بنعملها بالزبط واكتر. بالجدية واكبر. بصرامة او اكبر بميش بيحصل برا. هتريتك بتعملها عشان خداك اتعلمتها برا. بالزبط. اه. بالزبط. انا بعملها كي اتعلمتها برا. وبرضو الطلب المنفوض اللي بيشتغلوا معايا او الزملاء اللي بيتعاونوا معايا المنفوض تعلموها مني. فالمنفوض هما كمان يطبقوها. بالتالي ما اصبحتش غريبة زي ما الناس كانت في فترة مفترة تتكلم على انه التيمورك ولا عمل الفريق ده اكتنه ساحر غريب. لا التيمورك المصيرين كلهم بيعملوا طلع عمرهم يعني. مطلوب اكتر. مطلوب بس نكسفه اكتر علشان يتم انجاز العلم بشكل معين. فكرة الفريق المقصود بها انه احنا محتاجين ثقافة اكبر لها انه احنا برضو في داخل كل واحد فينا يعني يعني فرعون صغير. لا يعني مش فرعون يعني نزت الانا عندنا عالية. عالية بالضبط. فانا عايز اتعاون مع حضرتك وحضرتك تكمليلي اللي ناقص عندي وانا كامل حضرتك اللي ناقص عندك بحيث يحصل تعاون. لو لو قدرنا نطبق ده صح هيبقى عندنا فرق علمية رائعة. وانا شايفت خصوصي عندنا فرق علمية رائعة جدا. طيب ده ممكن يخلينا نقول ان حضرتك اشرفت على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه. في الخارج كمان. في الخارج وده في المصر بالضبط. وده في المصر فقط من جميع مصر. يعني هو تطبيق عملي على حضرتك بتقوله دلوقتي. ده حقيق اه. اه. او تحكيم رسائل على المال خارج كتير جدا بيحصل. يعني مثلا الشعر فاتا انا محكم رسالة فيه لطالب من جنوب افريقيا. جامعة كابتاون. من اكبر جامعات في العالم. والرسالة كانت كويسة. عشان اصل بقى الفكرة ده. عشان زي ما حضرتك بتقول انه يبقى فيه فريق بحسي. وانه يبقى فعلا موجود. اه. الدقة والصرامة والنظام يبقى موجودين كمان. حضرتك تعلمتهم برا. وتقدر تعلمهم للموجودين. بس يعني حضرتك واحد. اه. عشان يبقى مفروض انها تكون منظومة. صحيح. تتحققها ازاي? لانه ده اللي احنا بنقوله ده يعني كأنه معناه احنا عايزين نقصل لاهمية البحث العلمي في مصر. عايزين اه نطوره اكتر واكتر. اه ونهتم بيه اكتر واكتر. ازاي? اه اهم اه شيء مطلوب هو اه انه احنا نسيب نسيب التنافس ياخد مجرات. التنافس ياخد مجرات. لانه هو ده اللي هيفرز الكويس او او المفيد او يعني اللي يقدر يضيف للمجتمع ولمجتمع العلمي اصلا من من الاخر الوصولي وغيره يعني. ففكرة التنافس لازم تاخد مجرات ونتحملها. لان هدي ليها ضريبة. التنافس ليه ضريبة. بمعنى انه لو انا مسلا عندي في الطلبة اللي عندي. مم. طبقتي بينهم فكرة التنافس اكيد في حد فيهم لن ينجح. اه يعني ايه برضو فكرة التنافس اصلا احنا ما نعرفوش يعني ايه. اه دي الفكرة. اه. دي اول قلية مطلوبة. فكرة التنافس. معنا انه الاقوى هو الاقوى الاقدر الازكى الاكثر انتاجا هو من يبقى والاقل الخامل الكسول مع السلامة. هو ده المقصود. نقدر نعمل ده. اقدر انا كمدير لحدة المنصد اخذ القرار ده. انا اخذته كذا مرة. رغم انه كان مقلب. ان فيه طالب مع السلامة روح بيتكم. متنفعش. متنفعش. خد كل الفرص انه هو اه ان نساعده. كل الفرص. لكن اسبت انه فياش الخلاص انت هنا. يا خبر يا دكتور. بالضغط انت حذك مستغربة. اه. لكن انت هو اتصال لا انا مش مستغربة اه. اه ده. حاسة يعني بالقصوة. لا مش. حذك بتقول اه ده قرار قاسي فانا متخيلة. انا متخيلة دلوقتي وحذك بتقوله لا. قاسي قاسي جدا بالنسبة لي اه. اه. يعني انا مش بقول حذك اللي انه بتكلم على القرار هو اللي قاسي يعني. لا انا بقول حذك حتى قاسي عليها. مش مش حذرتك يعني صمعا يعني. حتى لو قلتها. لا لا مقدرش مزحش. الله يكرر. لك انا بتكلم على انه قرار قاسي. حقيقي. حقيقي. بس قاسي لانه اه هذا العنصر الخامل الكسول نقول كده. هيبقى وباء في 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 المجتمع ده. وهي و هي و هيفرق عناصر اخرى كسولة خمولة طول الوقت كده طول الوقت. فاذا مكنتش انا حريص على انه انا نقي المجتمع العلمي اللي انا بشتغل فيه مسؤول عنه. من هؤلاء الكسلة والخمولين وغيرهم. انا مجرم في حق المجتمع نفسه. وده على الفكرة الالية الموجودة برا. اللي احنا بمدمج. ده اللي هو المجتمع العلمي يعني انه مثلا انه كل واحد عنده قدرات. طبعا. فهو ممكن قدراته في مكان اخر. طبعا. مش عشان انه هو لا احنا بنقوله لا حضرتك ملكش مكان عندنا بس اكيد ليك مكان في مكان اخر يعني. طبعا. مش اللي هو لا حضرتك تموت بقى. انا مش مسؤولة عن كل حاجة انا مسؤولة عن الجزء اللي خصني. الجزء العلمي البسيط اللي هو حتى التخصص اللي خصني. لا انا انا بفكر فيه دلوقتي فانعمل اشوف له مكان تاني. حقيقي حضرتك لو طبقناها هنرتاح. لانه ده دي اليه بس اليه صارمة. وعلى فكرة كانت موجودة زمان زمان كانت موجودة في تاريخنا يعني. كانت موجودة. كانت موجودة. العلم لا يعطى لأي حد كانت موجودة. حقيقي. طيب. خلاص نمرة واحد التنافس. التنافس طبعا. التنافس طبعا. نسبة الامكانيات ما هيش مشكلة كبرى. ما بقيتش مشكلة كبرى في العالم. يعني دولة حالية. انا بقول لحضرك انا بتعاون مع اربع مؤسسات في العالمية كبرى. ماذا يعني ذلك؟ يعني ان انا كعبد الناصر او الناس اللي بيشتغلوا معايا كزملاء او كطلبة لنا امكانية نستفيد من كل الامكانات الموجودة في هذه المؤسسات العلمية الكبرى. فلم تعد يعني لم يعد قلة الامكانيات مشكلة. ما بقيتش كده. مطلوب بس فكرة الانفتاح على العالم. يعني مش مطلوب مني مليارات مثلا او ملايين او حتى الاف الجنيهات عشان اعمل بحث علمي راقي. مطلوب مني الداع بشكلة او باخر يعني. والانفتاح ده هيكون من خلال انترنت؟ من خلال انترنت. من خلال تعاون. من خلال اتفاقيات ممكن نعملها. من خلال مذكرات تعاون وتفاهم. وده حصل. وانا عملنا كده يعني. يعني نفسي لسه مؤخرا موقعي مذكرة تفاهم او تعاون مع مع المختبر مختبر الوطني في بروك هيفن في امريكا. ده مختبر مفروض عسكري. لكن في جزء منه مدني. لانه كل اللي بيعمل في المركز المصر اللي فيها نظرية يقدر يستفيد بكل الامكانيات الموجودة هناك. كلها. بلا استثناء. بلا استثناء. ومطلوب حتى الطرب هم موجود في القاهرة بياخد حساب على 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 السيستم بتاع الجهزة دي او بتاع المختبر ده ويقدر يدخل يستفيد بكل حاجة. طبعا لا اشياء الحساسة مش ممنوعة عليه طبعا زي ممنوعة عليه وعلى كل حد لكن بيقدر يستفيد بيها. واحنا كل ما نبحث عليه هو العلم. والعلم متاح. ببقيتش كده. كمان فيه انواع من العلوم مش محتاج امكانات ضخمة. يعني يعني التخصص بتاعنا اصلا تخصص نظري يعني محتاج الى حد كبير نقول زهن زهن فاضي او زهن نقول رايق مع افكار لا لا مع مع شوية اه خبرات و. ازاي ازاي ده بيحصل الدكتور. يعني ازاي بتوصل للمرحلة دي. يعني اه تخصصك محتاج لزهن. اه طبعا. اه. وهنا الزهن صعب انه يروح. لا انا ما اقولش صعب ولا ازاي بتعمل كده. يعني في طريقة عشان تبقى فيها يعني زهنك حاضر جدا. حاضر جدا. لن تتخيلي لن تتخيلي الحالة الزهنية اللي انا بكون فيها وانا منهمك في اعداد بحس معينة. كما كحال الشاعر في كتابة قصيدة معينة. انا مستنية انا عملها متخيلها فعملها برسم برسم صورة. في نفس الحال. في نفس الحال. بتعمل ايه يعني نفس الحالة. سكوت تام وده مقفول عليك. لا مش هتفرق السكوت مش هتفرق وسط الناس ولا غري الناس. مش هتفرق. الدوشة مش هتفرق. حارب تكون في عالم اخر. بالضبط كده. بالضبط كده. منفصل تماما عن كل ما يحدث. نتيجة التركيز في الموضوع. لكن الحقيقة ماشية. يعني ممكن تتكلم معاك في اي فاي موضوع تاني. نتكلم معاك. لكن الزهن منشغل بشيء. يعني انا بكلم حاضرك وحاضرك في حتة تانية حوارة. ممكن في قصة مشهورة عن قلبة انشتاين. مشهورة جدا يعني. انه كان واخد معادله واحد وراح يزوره. فوقف على الباب يخبط. الرجل تأخر في ان يفتح له. فلما الرجل فتح له بيعتزر له طبعا. بيعتزر شديد شخصية كبرى. زي انشتاين واقف على الباب يخبط. فقال له من قال لك انه وقت يضع. انا وقطي انا كنت بفكر خلاص. وقتي مضاعش. انا كنت واقف بفكر. خلاص. ده حقيقة. فهي هي القدرة دي. القدرة دي تخلي اه. يبقى فيه انجاز. يزن قلط حضيك. يبقى التنافس. يعني معلش لا احنا خلي النقطة دي. عايزين نتعلم. تحت امر. يعني هو ده يعني مقبول بالنسبة العالم. طب احنا كمان عايزين برضو نفاق طول وقت نفكر. دي حاجة كويسة جدا. جدا. اه. اه. يعني مضاعش وقت. وانا مستنى الباب يخبط كده. لما انا في اللحظة دي افكر في حاجة في حياتي. في مستعبلي. اه. اه. حضيك اه. لازم تعمل كده اي حد لازم يعمل كده في الحياة يعني. يعني طول الوقت لازم نفاق. ايه. من رايحش. لانه الدماغ بالتفكير بيبقى عمره اطول. الحياة الزهنية والقدرة على نقول الواحد يعيش عمره طويل بزهنية بزهنية واضحة ومصحصحة بتيجي من ان الواحد دايما مشغل دماغه. يعني زهن متوحد كده. متقد دايما. متقد. ومهما على فكرة مهما عملنا ومهما استفدنا او مهما استغلينا دماغنا وعقلنا احنا لن نزيد عن الخامسة في المية من خطط العقل. بس برضو يعني مثلا بكستراح شوية يعني او اي حاجة معرفش يعني عشان اه. ما فيش تقص معينة ما فيش تقص معينة للفترة دي. الفترة الفترة انتاج العلمي. فيها لهاش تقص معينة. ممكن اه ممكن اه ايام من غير نوم وايام نوم متقطع وايام نوم طويل وايام نوم قليل. بس بيتميجي في لحظة واحد لازم ينام يعوض يعني بعد بعد انتهاء نوم يعني ايه خدت الراحة والواحد يبقى هادي كده نوم بس يعني ممكن الناس بتصراح بقى تخرج وتفسح وتسافر وتسمع مزيكة وتقرأ حاجة او حتى ده بوسيطة انا اعتقد اعتقد يعني انا هتكلم عني شخصيا اياما انا عايزة لما حدكة برضو مش عايدي زينا فانا عايزة اسمع باعتقد انها مش عايزة اقول رفاهية لم يسعدنا الحظ بها او اتمنى ان يسعدنا الحظ بها اتمنى ان ايه انك انه يبقى عندي الرغبة او عندي القدرة للسفر للمشعرفين لأسف فيش وقت لقي حاجة ولا حدكة تفرج على التلفزيون احيانا 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 بس لأم يعني مش زينا قوي مش قوي قوي يعني للأسف للأسف انا بأسف لذلك طيب عايزين نتكلم على الادوار الدولية اللي حضرتك بتقوم بيها يعني مناصب متعددة يمكن انا قارتها نتكلم على اهم بص اهم دور انا مفروض بقوم بيه بفخر بيه هو انه ازاي بيؤثر فيه في مصاري العلم في تخصصي وده بيجي من آليات معينة من ضمنها اللي هو العمل وده عمل تطوعي في تحكيم الابحاث التي تقبل او لا تقبل في النشر في المجالات العلمية الدولية يعني لو في مجالة علمية مرموقة بيتبعت لها بحث مطلوب يتنشر فيها فيه آلية احنا متعارفة عليها في المجال العلم انه لابد من مجموعة من العلماء المرموكين في المجال ده يشوف البحث ده ويقرؤ ويجيزوه في الأول وده بتبقى اسمائهم مجهولة يعني ما حدش يعرف اسمائهم يعني ممكن يجي لي بحث بتاع حضرتك وانا عرف حضرتك حضرتك مثلا زميلة عزيزة ليا لكن انا انتها مش هتعرف ان انا حكمته وانا مش اقول لك وانا مش حبيكي نهائي لازم نوصل للمرحلة التجرد العلمي دي نهائي هقرى الورق زي ما هو وحكم عليه زي ما هو رغم معرفتي بشخصية بحضرتك طبعا لو معرفة شخصية ممكن انا اعتذر اصلا من البداية عن قبول الورق ده ليه ليه سموها في لغة القضاء لاستشعر الحرج يعني عشان ما يدخلش اي اهواء شخصية بالضبط ممكن لكن لو قدرت اتجرد تماما اه هحكم على الورق زي ما هم موجود وبنصح زي ما هم موجود الدور ده مهم لإيه لانه من خلال النصاحي اللي انا بكتبها عن قبول او عدم قبول بحثه معين انا بوجه هذا العالم في اتجاه علم معين وده مهم الحاجة التانية فيه دور وده دور تطوعي بس بياخد وقت كبير يعني مثل لما وصلني شهريا تقريبا 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 تقعد أبحاث شهريا للتحكيم ده بياخد وقت كبير انا مطلوب مني اعيد حسابات كل حاجة مرة تانية مرة تانية اكني انا المؤلف بتاع البحث ده عشان اقولي اذا كان صح ولا غلط او قبله او ارفضه الدور التاني هو تحكيم بتم ليه جوائز دولية مؤتمرات تنظيم مؤتمرات انا كنت منظم هنا مؤتمرات دولية كبرى في القاهرة ولازلت بنظم بشارك في تنظيم مؤتمرات كبرى في العالم وده دور تطوعي باته يعني معلهوش اي عائد مش بستفيد بي بحاجة بس انا اعتبروا نوع من الزكوات الواحد لازم يعملها او دور ممكن نسميها بلغة تانية هو دور مجتمعي لازم اقوم بيه لو في مثلا حد زميل في اي جامعة عنده طالب عايزه يعلمه شيء معين عندي احبا بنعلمهوله من غير اي مقابل دي بالاضافة للمؤسسات الدولية اللي انا عودوا فيها زي ما حدتكلمت في مؤسسات وطنية وغير وطنية او دولية وطنية مثلا زي زي الشبكة المصرية للعلوم النووي دي مفروض هي مسؤولة عن كل الاتفاقيات التي تعقيدها جمهورية مصر العربية مع كل دول العالم في مجال الابحاث النووي فهذه اللجنة بتقيم الاتفاقيات دي وبتشرف على تنفيذها وده دور مهم جدا بالتالي بنقول احنا بنركز مثلا على عمل معين او عمل علمي معين في مجال الابحاث النووية بالتالي عايزين مثلا الزملاء من الجماعات المصرية او المكسب بحوث المصرية يشتغلوا في المجال ده فاحنا هنا بشكل او باخر بندير هذا النشاط العلمي فاصل ونرجع نتكلم بقى على الباحثين من الشباب ممكن نقول لهم ايه ننصحهم بايه عشان يعرفوا الطريق اللي سلكوا دكتور عبد الناصر ويستفيدوا اكيدنا مصر عد على بينا الفترة الجاية لينا نبني بجد ولا يوم نهد اللي هنبني بأيدينا بالحب وبالإرادة الصحة هيبقى عادة بالمرحة فكري ست طريقنا هيعدينا ايدي في ايدك نكسر كل الحدود وهتفضل بينا دايماً أم الأوطان مسلم نسيح مصر رباً عن جدود وانو تلو فيك مصر هتقدر بينا مصر هتعل بينا الفترة الجاية لينا نبني بجد ولا يوم نهد اللي هنبني بأيدينا بالحب وبالإرادة الصحة هيبقى عادة بالمرحة فكري ست طريقنا هيعدينا مصر هتعل بينا الفترة الجاية لينا نبني بجد ولا يوم نهد اللي هنبني بأيدي تستمر الرحلة رحلة اكتشاف الكنوز المصرية من العقول البشرية لعلمائنا المصريين القادرين على التحدي وصناعة الأمل في مستقبل أفضل لكل أبناء هذا الوطن علماء الثلاثاء وعالم جديد ينضم إلى منظومة علماء من بلدي موعدكم الثلاثاء على شاشة القاهرة أستاذ دكتور عبد الناصر توفيق هو عضو مجلس الأكاديمية الدولية للعلوم بإيطاليا هو كمان مدير المختبر الدولي للفيزياء والفلك المكانين دول برضو احنا حابين نتعرف عليهم ودوره سواء في الأكاديمية الدولية أو المختبر الدولي نبدأ بالأكاديمية الدولية للعلوم بإيطاليا دي أكاديمية على مستوى العالم بتغطي كل أنواع العلوم مش بس العلوم الفيزائية كل أنواع العلوم بما فيها حتى العلوم الاجتماعية ودي بيسمح بالانضمام لها لأبرز العلماء العالم في كل دول العالم وقلنا أن نتصور عددهم كام يعني إلى الآن العدد وصل 1200 واحد فقط على مستوى العالم بتالي هم يعني نقول يعني خلاصة الخلاصة من مصر حوالي تلي عشرة كان أكبر اسم فيه من الدكتور أحمد زويل وحاليا الدكتور فاروق الباس ودكتور عادل بلتاجي الدكتور إسماعيلية سلاج الدين دول الأسماء اللي أنا أذكرها حاليا من القاهرة من مصر يعني أنا يعني تم انتخابي عضو في الأكاديمية 2012 وفي ساعتها كنت تعتبر أصغر واحد سنا يعني ينضم ليها وده كان انتخاب يعني من خلال مؤتمر كان مؤتمر كبير عقد في ساعتها في الصين وهي المنظمة دي أو الأكاديمية دي بتتبع اليونسكو وبالتالي لها دور أو لها صفة دبلوماسية دولية معينة فأي مؤتمر بتعمله بيكون تحت إشراف رئيس الدولة فكان ساعتها تحت إشراف رئيس دولة الصين المؤتمر ده وأي مؤتمر تاني بيكون تحت إشراف رئيس الدولة مؤتمر الأخير كان أعتقد كان في كان في رواندا وكان تحت إشراف رئيس دولة رواندا وقبل كده كان في مسقط كان تحت إشراف سلطان خابوس وهكذا هي بتقبل فقط أن نقول للعلماء المتميزين جدا جدا في تخصصهم وبتم قبولهم عن طريق أراء الأعضاء الموجودين فيها من خلال انتخاب مجلس الإدارة بتاع الأكاديمية بيتكون من 13 عالم أنا تم انتخابي 2015 كعضو ممثل للعالم العربي لحد 2018 وهنشوف إليها يحصل من 2018 ل2021 طيب حددك أيضا مدير مختبر الدولي للفيزياء والفلك عايزين نعرف إيه المختبر ده ده بيتبع منظمة دولية اسمها اتحاد العلوم الدولي مقرها في جينيف وده المنظمة دي انشأت سنة 82 والمختبر المصري ده ده الجزء أو ده الفرع الموجود في القاهرة منها وبيمثل الاتحاد الدولي للعلماء رسالة أخيرة وبشكل سريع في آخر البرنامج لشباب الباحثين زي ما قلت الحضر الاجتهاد والاجتهاد والاجتهاد العمل الدقوب إذا كان حد أنه يشتغل في البحث العلمي يعرف أنه مجال مش سهل مجال صعب جدا محتاج جهود كبيرة وتخلي عن ملازات كثيرة في الحياة زي ما تكلمنا بس برضو في المجال العلمي لي ملازاته الخاصة بي وليه إبداعاته الخاصة بي سيد دكتور عبد الناصر توفيق شرفتنا ونورتنا شرفت مصر كلها بمسارتك العلمية وبالإنجازات لحقتها شكرا لحد أعزائي مشاهدين بشكركم في نهاية وإلى اللقاء وحلقة جديدة في برنامجكم علماء من بلدي يا مفيش بديل لو مهما قالوا من الطويل مفيش فوقت الجد نوم خلي بكرة عحلول بيتك حدد حد الغيو خلي بكرة عحلول دي الشمس بتطلع كل يوم قادرين نخلي الضلمة دوم قادرين نخلي الغيو ونعدي من فوق أعلى صور كل التورس لازم تدور ما فيش فوقت الجد نوم خلي بكرة عحلول بيتك حدد حد الغيو خلي بكرة عحلول دي الشمس بتطلع كل يوم خلي بكرة عحلول بيتك حدد حد الغيو خلي بكرة عحلول دي الشمس بتطلع كل يوم من النهار ده مفيش سكان